تعزيزات كبيرة للعمالقة تصل شبوة وتعلن عن مهمة كبيرة تفاصيل خطيرة للمزيد من الأخبار لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة فعت قوات ألوية العمالقة خلال الساعة الماضية بتعزيزات عسكرية كبيرة صوب محافظة شبوة عقب توجهة رئاسية بتكليف القوات بالمشاركة في تأمين المحافظة إنها أي التوترات قادمة وقالت المصادر لنافذة اليمنة تعزيزات عسكرية كبيرة للعمالقة شهدت وهي تتحرك صوب مدينة عطق عاصمة محافظة شبوة للمشاركة في تنفيذ خطة أمنية شاملة جرت تحضير لها لإعادة الأمن والاستقرار وإنهاء أي توتر أو فوضى تسعى لها عناصر ومجميع إخوانية لا تزال تتواجد في المحافظة وأشارت المصادر إلى أن ألوية العمالقة تلقت توجيهات من قبل مجلس الرئاسي تضمنات إسناد مهمة تأمين شبوة وإعادة الاستقرار لها خصوصا مع الإعلان عن تحركات جديدة تقوم بها قوات إخوانية قادمة من خارج شبوة بهدف نشر الفوضى وزعزعة سكينة العامة وقالت المصادر أن الأيام القادمة ستشهد انطلاق عملية عسكرية واسعة ستقودها قوات العمالقة ودفاع شبوة لفرض الأمن والاستقرار على كافة مناطق المحافظة موضحة أن القوات سوف تتمركز بمواقع ومعسكرات كانت تبعة لقوات إخوانية شاركت في التمرد حتى إعادة تلتيب أوضاع تلك المعسكرات وتسليمها لقيادات أمنية جديدة تخدم الوطن بدون حزبية